اهلا بحضراتكم من جديد في الوقت الذي نعاني فيه من انكماش مساحة الارض الزراعية ويعاني الفلاح من الكثير من المشكلات التي يشكو منها مر الشكوى والوقت الذي نقف فيه على اعتاب على حفت تقريبا الفقر المائي ان لم نكن قد دخلنا من هذه العتبة بالفعل بدأ حوار الرئيس او بدأ رؤيته لمشروع لاستصلاح مليون فدان حلم جميل لكن هل هو قابل للتحقيق؟ حلم يمكنه ان يغير وجه الارض الزراعية في مصر وان يضيف اليها مليون فدان مرة واحدة بكل ما يعني ده من مشروعات جديدة ومن مجتمعات عمرانية جديدة ومن نقلة او توسيع لمساحة الاربعة في المية التي نحي عليها منذ زمن طويل لكن السؤال كيف ومتى وبأي الادوات ومن اين ستروى هذه الملايين او الفدادين المليون اسئلة بنستبق بيها طرح المشروع بشكل رسمي ونحاول ان احنا نفهمها اكتر مع ضيوفنا من الخبراء اسمحوا لي ان ارحب بضيفي على الهواء مباشرة برحب الدكتور امام الجامسي استاذ الاقتصاد الزراعي بمعهد البحث الزراعية اهلا بك برحب دكتور فيصل عبد المعصود استاذ التخطيط الاقليمي بجامعة المنوفية اهلا بحضرتك اهلا بك اولا ابدأ من عند حضرتك دكتور امام لو حبينا نحط الموضوع من ناحية الاقتصادية كده في حدوده اولا مليون فدان حلم امنية هدف قبل التحقيق وفي خلال قديه في الحقيقة حلم يعني انا انا بقول اضافة فدان واحد شيء جميل جدا حلم او مشروع اه حلم والحلم حلم ومشروع برضو حلم ومشروع بمعنى ان انا من حق احلم يعني هو المليون فدان احيانا بتبقى الجانب الفني بقى ممكن الكلام فيه انما هل هو اقصادي او انا مش اقصادي ده موضوع تاني خالص اه مليون فدان وفقا للكلام المعلن اه ان حيوعد في سنة اه تاريخ تاريخ الاستصلاح في مصر يقول ان احنا ما زدناش عن مية وتسعين الف فدان في سنة حصلت شيء اه انا طبعا مقدر جدا طموح الرئيس الجمهورية واملوا في انه هو زي ما قالوا انه هو يقفز مش يمشي مش يجري و انا بحب الماشي بصراع الجري والحاجات دي مع ان انا لعب كرة اصلا يعني انما مع في موضوع حساس جدا فيه حاجات سهلة في الصناعة تقدري في الصناعة تقدري تبني مصانع وتقدري تعملي لان دي اسهل في الزراعة عملية صعبة جدا عملية صعبة جدا ان انا نقول ان انا نفذ هو والاستصلاح حاجة تانية والتوطين حاجة تالتة هنتكلم عن كل المسائل دي بالتفاصيل بس انا اللي بحاول افهمه من حضرتك حاجة بتتكلم الاول عن مدى زمني شايفه صعب جدا اللي هو مليون فدان في الصناعة حتى حتى يعني انا بقول لو انا عندي امكانيات المية الفدان او متين الفدان امكانيات بتاعة الالات وبتاعة الاراضي وبتاعة الاستجلاب والمية ومش عارف حفر الابر كل ده لو عندي على متين الف فدان اللي هو الردم الطبيعي بتاع شركات الاستصلاح طب هل هل الخطة اعلنته اهل فعلا مليون في السنة ولا المسألة ممكن تكون متقسمة على مدى زمني ده حلم الرئيس السيسي ان هو هيعمل اربع مليون فاربع سينيين هنكلم بس من ناحية بسيطة بالمية اربعة في حد قدنا ستة مليون ستة مليون متر مكعب ستلاف متر مكعب آسف ستلاف متر مكعب للفدان يبقى انا عايز اربعة وعشرين مليار متر مكعب لو انت بتتكلم على مياه جوفية فاحنا بنشتغل في حدود خمسة لستة مليون اللي هي اللي بتتجدد اللي هي من ناشع بتاع مية النيل فانح ما عندناش مطر يعني عشان ينزل وانت عايز لما تشتغل على زراعة عايز لو عندك خزان جوفي المفروض لا مفروض ما يقلش لو حذر ارض عليه يبقى المية تكفيني من خمسين لمئة سنة انا هو مية سنة المفروض بس انا هقول خمسين طيب ما عندش دراسات بتؤكد وجود اسم هزر الخزان انما انا بقول على التاريخ بتاعي وامكانياتي اذا كان على مية وخمسين الف الدان سنوي لما اقول لها لا اخليهم مليون في السنة الناس عندها رغبة ونفسها بس هجيب طاقة منين يعني هالحاك شايفين اذا مشروع لم يتم درسته بشكل كافي؟ لا انا انا قصدي طموح طموح عالي جدا انا اعتقد ان فيه اتجاه ان الجيش يمهد الارض والحاجات دي كلها بس انا كده بسام في زي الجيش في حاجات يعني وبعدين طب والمية وبعدين طيب والطرق وبعدين طب مش عارفوا لما اقول ان انا الفدان هيكلفني مية وخمسين الف جنيه ده كتير جدا الفدان مية وخمسين الف جنيه دي تكلفة ونقليلي معلن ده كتير جدا التكلفة العادية لستصلاح الفدان انا بقول لك بخمسة شرق الف يوم تكتر اوي تبقى تقاتين الف جنيه تقاتين الف جنيه للفدان يتزرع يمكن يعني هل ده بالنظر لطبيعة الأرض نفسها أعتقد أنهما بصير لكده لأن أنا أعرف أنه مثلا في الواد الجديد لما بتبقى فيه أحيانا نبيع بتطلع لوحدها ما يبتر جدا وأحيانا ما تيجي تدق إبير بيأخذ في عمق حدود ألف متر هيكلف كتير جدا عشان يزرع العشرين تحتين فدعنا طب الحقيقة نلجح تاني موضوع الاقتصادي بس أنا برضو عايز أفهم حاجة تانية من ناحية برضو ليست بعيدة عن الاقتصاد مشروع المشروعات إنشاء مجتمعات جديدة هي مسألة ما هيش جديدة بس كمان التجارب اللي تعملت ما هيش كتير قوي احنا عندنا تجربة ممكن نقدر نقيس عليها تجربة مدريت التحرير اللي تعملت في أيام عبدالناصر واللي نقلت مجموعة من وطنت فعلا الناس وعملت مجتمع جديد هلو احنا متكلم عن مليون فدعنا احنا متكلم عن تكرار أو مدريات جديدة للتحرير لو جاز التعبير طيب بس اسمحيلي في الأول قبل ما نسيب النقطة دي لأن هي كل كلامنا مرتبط بالمية فأنا يعني في قدر معلوماتي إن المشروع أربع مليون فدان المرحلة الأولى اللي هي المليون فدان تم دراسة الكميات المياه وتعملت خرائط بتوافر المياه الجوفية للمليون فدان الأربع مليون دولت كأراضي المية تم تدقيق المياه للمليون فدان بجزبط مليون ومئتين ألف أو مليون ومئة وخمسين ألف حاجات كده فالمرحلة الأولى ده هي طبقا للدراسات بتاعة معهد بحوث الري وده هي مدقاقة وتعرضت علينا خرائط الحقيقة في يعني وبالصدفة إن احنا بنعمل المشروع للتنمية الشاملة للوادي الجديد بما فيها بقى المناطق بتاعة الفرفرة والدخلة والحاجات ده هي تليه فيها كده وكان معنا المسؤولين بتوع بحوث الري وأكدهم إن كمياه بالنسبة ليه المليون موجودة علشان نقول اللي أربع مليون دي محتاجة تدقيق أكتر وأبار استكشافية أكتر عشان نتأكد من المياه فدي كانت نقطة لازم يعني بس نقولها بالنسبة للموضوع المياه بالنسبة لمجتمعات العمرانية جديدة طبعا مدرية التحرير دي من التجارب الرائدة والتجارب الجيدة جدا اللي هي احنا مرنا فيها في مجال استصلاح الأراضي وفيه اللي هي بتكون نواة لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة سؤال ليه ما تكررتش يعني التجارب اللي بعد كده يعني مثلا سمعنا عن مشروعات لما يكتب لها النجاح زي تشكة مثلا يعني ما تحولتش ما تحولتش لنفس النموذج لا يعني فيه فرق كبير جدا حضرتك يعني لما نتكلم عن مدرية التحرير اللي بينها وبين اسكندرية سبعين ثمانين كيلو مثلا وبين تشكة احنا معنى حرية اللي حضرتك أشارت البعضها اللي هي بتاعت المياه يعني فيه مجموعة خرائط زي ما بقول لحضرتك دي خرائط الخاصة بالمناطق بتاعتك اه المناطق توزيع المناطق وكل واحدة فيها كم فدان احنا عندنا المناطق اللي هي توزيع لها الملون فدان تشكة بمساحة مية وتمانية الف فدان بتروة بالمياه السطحية اه ابار تشكة تلاتين الف فدان تروة بالمياه الجوفية دي شمال شمال تشكة ابار تشكة دي المنطقة الشمال الفرفرة ميتين الف فدان تروة بالمياه الجوفية اه امتداد الدخلة خمسين الف فدان تروة بالمياه الجوفية الفرفرة الجديدة ميت الف فدان تروة بالمياه الجوفية امتداد شرق العوينات 50 ألف فدان تروى بالمياه الجوفية جنوب المنخفض منخفض القطار على ما أظن 100 ألف فدان تروى بالمياه الجوفية جنوب شرق المنخفض 150 ألف فدان تروى بالمياه الجوفية غرب المينيا 150 ألف فدان تروى بالمياه الجوفية المغرة المغرة دي فين بتاقية كان دي برضو شرق المنخفض شرق المنخفض القطار 100 ألف فدان وجهة تروى بالمياه الجوفية برضو وشرق سيوى 30 ألف فدان بتروى بالمياه الجوفية هو باستثناء توشكا الباقي كله بالمياه الجوفية يعني باستثناء توشكا لأنها فيها المفيد بتاعة توشكا وقناة بتاعة الشيخ زاين فبقول لحضرتك يعني من مدرية التحريح 70-80 كيلو من سكندريا بينما تتكلم عن توشكا دهية جنوبا في درجة حرارة أكتر من 50-50 درجة طب ما حدي تتكلم برضو عن نفس المناطق تاني توشكا والمنقفة القطارة المتكلم في الصحراء الغربية أغلبها أيها بس توشكا دهية حالة خاصة واختبالك أن الوحيدة اللي ممكن تروى بالمياه السطحية إنما الباقي كله محتمد على المياه الجوفية السؤال هل يمكن إقامة مجتمعات عمرانية جديدة في هذه المناطق لو قدرنا أن نزرع طبعا ممكن ممكن إقامة مجتمعات جديدة ومين قال يعني هو السؤال اللي إحنا لازم نسأله مين قال أن لما يبقى عندي مياه جوفية يجب أن أنا أوجهها كلها للاستزراع أنا ممكن أعمل مجتمعات عمرانية جديدة على أنشطة عمرانية على صناعة على سياحة على أنشطة تجارية يعني مختلف الأنشطة بما فيها جزئية هي الزراعة إنما لا يمكن أن الزراعة تكون هي النشاط الوحيد اللي أنا أقول هي مرتبطة بالتجمعات العمرانية دكتور يعني هل المياه الجوفية الموجودة في هذه المنطقة تكفي لإقامة من الأنشطة الزراعية وفي نفس الوقت استقدام حياة وإنشاء مدن جديدة هو ده فكرة التوطين لو أنا الهدف الرئيسي بتاعي إن أنا أعمل مجتمعات جديدة مش بضرورة زي ما قال الدكتور إنها تقوم على الزراعة وإنها تقوم على أنشطة تانية إنما فكرة إن أنا حقق اكتفاء ذاتي وحقق أمن غزائي والحاجات دي كلها قصة مختلفة شوية وبالتالي أنا عايز أقول اللي أنا عرفه اللي أنا عرفه معلوماتي إن كل اللي في مصر الخمسة لستة مليار متر مكعب مياه جوفية سنويا متجددة غير المتجدد اللي هي الخزانات زي خزان النوبي والحاجات دي كلها محدش يعرف بالزبط في قدية كلام كتير وهو متداخل مع السودان متداخل مع ليبيا رايز أقفى من نقطة فنية بس يا فندم استكشاف كمية المياه الجوفية هل دي مسألة بتتم بالقابرة الاستكشافة إذا ما هيك قلت ولا الأقمار السمعية والشارع من بعض بس في حاجات فيه الشارع من بعض وفيه مجسات بتتعمل مش دلوقت فيه أجهزة بحطها على الأرض بيقول له والله المياه على عمق كذا لأنه بياخد مش مجرد العمق إلا مثلا سي 100 متر إنه هو حيحفر المية متر بس بياخد ضعفهم عشان ياخد المية يعني مثل العملية سهل معرفتها ما هيش مسألة سهل معرفتها بس سهلة قد إيه تقعد ده هو المشكلة لأنك تعملي أبار ساعات تقعد عشر سنين كويسة جدا وهنت ملح يملح لأن خلاص المية خلصت فلي بيطلع لك من اللي باقي فيها ملح فأنا مريد بتجربة زي دي هنا في منطقة ريبة هنا في غاء بسمها أرض غالب دي هنا في وسط سجن القطر وبتاخد من الرياح الناصري بعد 7-8 سنين قعدنا كل شوية ننقل من حتة دي الحتة دي لحد ما بازت خالص فهي في الأول بطلع مية رهيبة جدا لا أعيزة أعيزة تأكيد أعيزة دراسة تأكيدية متعمقة جدا إنك تأكد المية هتكفة قد إنك ممكن تنفق أموال طائلة جدا وبعد فترة تلاقي كل دراع يعني كان عندي جنايا خردك تعمل في المعهد البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة هل توفرت لكم دراسات؟ هل اتطلعتم على أي بحوث؟ معهد بحوث الأراضي بيعمل الكلام ده إحنا معهد بحوث أخصاد معهد بحوث الأراضي تابعة المركز بيعمل الدراسات دي وعند دراسات كافية بس أنا بقول إحنا كل المجمل لما تمسكي موارد إحنا بنزرع بنستخدم كامل بنستخدم حوالي 70 مليار متر مكعب منهم 55 مياه المتجددة العزمة و5 مليار من المياه الجوفية والباقي دعا مياه الصرف الزراعي بتدخلط مع مياه أو بتزرع بها كده يعني أنا كغير متخصصة لو وصلني من كلام حضرتك دلوقتي إنك غير متفائل بالمشروع وإنك شايف إنه طموح أكتر من اللازم أو من قدرتنا الموجودة على تحقيقه فهذا لأنت بعضها صحيح؟ هو فيه جزء بيقول إيه وفقا للدراسات بتقول إنت ممكن تزرع يعني توفر مية المليون الأولانية هتبقى يعني سيصعوبة شوية لكن ممكن تعمل لكن التلاتة التانيين من إيه سوفيه بعد تاني مهم جدا اللازم اللي بيتكلم يفكر فيه إحنا عندنا مشكلة مع أسيوبيا بتقول إحنا بنستند إن إحنا ما ديناش مية حتستصلح عايزة 24 مليار متر إن بنت عندك مية يعني بعد ده غيب ليه؟ وإذا كنت أعمل ده عمال أعمل الضجة دي ليه؟ أنا عندي مشكلة مع أسيوبيا مشكلة بتاعتك أنا بأقول أنا عندي مشكلة معاك لإن أنا مش عارف عاوزة عاوزة زود الأرض الزراعية بتاعتي لإن أنا عندي عدد سكان بيزيد أنا في خط فأخر المائي نزلنا عن 500-600 متر مكعب للفرد في السنة المفروض يبقى عندي ألف عندي وعندي 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 بعدين والحعمل أربعة مليون في الدين دكتور هل حضرتك بتشارك الدكتور إمام في رؤيته حوالين هذا المشروع؟ لا نهائي كلام اللي إحنا بنتكلمه كلام ده إن أنا هزرع أمح وهزرع المحاصيل التقليدية لأتي الوادي جديد والصحراء عندما نفكر فيها وفي تعميرها يجب أن يتم التفكير فيها بمنطق مختلفة مختلف عن مدرية التحرير ومختلف عن أي حاجة الوقت هذه المناطق يجب أننا عندما نفكر فيها نفكر فيها في زراعات غير تقليدية وبأساليب غير تقليدية وبتقنيات غير تقليدية بحيث إن أنا أعظم العائد من نقطة الميا الراي يجب أن يكون بترك مختلفة تركيب المحصولي تركيب مختلف ومين قال إن لما الميا تملح إن أنا بقى فقدت البير الكلام ده تعملت عليه دراسات ومقدمة إلينا أنا ممكن جدا بالميا الملاحة أزرع بعض أنواع مش أمحة ومش شعير ومش دورة إنما أنا ممكن أزرع حاجات للوقود الحية مثلا تتحمل المياه الملحة ممكن أن أنا أستخدمها في الاستزراع السمكي يعني اللي أنا عايزة أقوله ممترض على الكلام آه لا ممكن طبعا يعني أنا بقى هاي الكلام لا وجهات ليه وجهات نظر مختلفة يعني إنما إحنا عندما نواجه إحنا مشكلتنا غير تقليدية مشكلة مصر غير تقليدية طب أنا إذا سأسؤال طب بس خليني أكمل حتى إذا وجهناها بالأساليب التقليدية يبقى لأن نفلح في حالها إذا وجهناها بأساليب غير تقليدية وبنظر مختلفة عما كان يتم التعامل به يبقى هنا فيه أمل إن إحنا نصل لإحنا عايزين إذا كنا عايزين نأمن الماء عشان نزرع نفس المحاصيل بالطريقة الرأي اللي هي سائدة دلوقتي في الوادي الجديد وفي الوحاة الدهية واللي هي من بدل ما كان المفروض مستهدف سنة 1960 عندما أطلق مشروع الوادي الجديد كان المستهدف ثلاثة مليون فدهم بعد خمسين سنة إحنا استصلحنا 173 ألف فدهم ليه؟ لأن الناس اللي راحت بتزرع هناك بتزرع بالرأي بالغمر زي ما يكون بيزرع في الدلتر طب أنا هايز عرف يعني لماذا تقنيات لازم تختلف تماما لازم يعد النظر فيها وفي التركيب المحصولي فأنا بزرع إيه وإمتى وإزاي وهعمل به إيه ده دي الأساس وبعدين زي ما يقول لحضراتك كده يعني أنا مش هتكلم أو مش هقول دراسات إحنا كنا قاعدين في ندوة عن منخفض القطار وقاعدين من نتكلم نفس الكلام ده وبعدين جات سيرة المياه الملحة فجي أستاذ من الأساس زادة كاترة اللي إحنا منتكلم فيه قال أنا مش هرد عليكم أما دي إيدهم طلع لنا طماطم من الكيس بتاعه قال ده مزروع على البير اللي إنتوا حضراتكم قاعدين بتقولهم إن دهوة ملحة فالكلام ده مش موجود لازم نغير هذا الفكر تماما خلص عندنا مية عندنا هنستهلكها لحد ما البير هيملح بعد كده له دور في زراعة نوعيات أخرى ولو دور في استزراع سمن هل تتكلم على مدى زمن يقدي إيه تاريبا؟ لا عادة البير يعني عادة لنا إحنا لما نتكلم على إن فيه إمكانية للاستصلاح أو حد كده نحن نتكلم في حدود من خمسين سنة يعني عشان بعد كده هوت وإلا مش هتبقى فيه تنمية يبقى حاجة وقتية ولكن في الخمسين سنة منسوب البير مش هيفضل زي ما هو درجة التملحه بتاعته مش هتفضل زي ما هو لأن أنا بسحب منه فيبقى هنا هوت فيه استخدام مختلف وبصور مختلفة عن الاستخدام فده اللي هو هيرجعنا لأول كلمة احنا قلناها إن التنمية ليست فقط للزراع فيه جوانب مختلفة إن احنا ممكن نعملها جزء منها الزراع وجزء صناعات زراعية وجزء صناعات حرفية وبيئية مرتبطة بالزراع وفيه حاجات مرتبطة بالبواقع الزراعية فيه حاجة اسمها البايوريجون اللي هو إن أنا أشتغل على هذه المنطقة كلها كمنطقة متجنسة ومتكاملة في كل الأنشطة القايمة بتاعها ساعتها أقدر أعمل مجتمعات عمرانية يعني مجتمع الزراعي لا يرتبط بس بإن أنا استصلح جميع الأرض جميع جدا يعني أنا عشان أوسع مساحة الأربعة في المية مش بالضرورة أن أنا هستصلح أربعة مليون فدانب لكن إذا قدرت أستصلحهم فدي الأغراض أخرى متعلقة بالأمن الغذائي وبالاكتفاء الزاتي هو بس أنا بتكلم على مشروع استصلاح مش بتكلم على مشروع تلطين يعني لو بنتكلم على تنمية قصة تانية خالص وأنا قلت في الأول أنا متفق مع الدكتور اللي بتكلم عن تنمية مش بالضرورة تقوم على زراعة بس إحنا بنناقش دلوقتي إمكانية زراعة المدنية غيرا بحول قضية استصلاح أربية حاجة تانية اللي بتكلم فيها هو لو المية الملحة صالحة طب ما أنا عندي البحار يا عم إيه لتعبني ما ميت عندك البحر الأبيض والبحر الأحمر والبحر السود وكل كنت تعملها سهلة في أجهزة حاليا في أجهزة روسية جابوها بعض الناس في المينيا في أحد المناطق هناك في العدوى في جهاز بيكسر المية تبقى سوديوم وكلور فبيكسرها بتسمح المية بعد كده بزراعات أوعيات معينة لكن أعوز أقول حتى بالطرق الحديثة للرأي الطرق الحديثة للرأي لو أنت بتكلم عن رأي بالطنقيد رأي بالطنقيد بيقبع عايز خضر عايز خضر حينزلك من خمس تلاف متر مكعب بالفدان لحوالي ثلاثة أو اتنين ونص يبقى أنت ما زلت في رنج لو زرعت محصولين حيبقى بنتكلم على خمس تلاف متر مكعب في الفدان تتلي برضو كمية يعني محتاجة لو أنا ما زرعش أبدا ما بيتزرعش أبدا أمح بالطنقيد ما زرعش رزي بالطنقيد الحاجات اللي بتنزرع بالطنقيد معروفة يعني أنت بتزرع فاكها بالطنقيد بتزرع خضار بالطنقيد في بعض المحاصيل ومكلف جدا لأنك هتحط خراطي وتحط شبكة مية وحط مش عارف إيه مكلفة جدا لما فيش مشكلة تتحط بس برضو هتبقى بتتكلم أنت على أنا في حدود هتوفر حدود مثلا أربعين في المية من المية اللي بتخدها لو أنت زرعتها عادي سأتكلمت عن تكلفة اقتصادية كمان عالية جدا تتكلمت عن مية وخمسين ألف ده هم اللي بعلنوها أنا أنا عرف أن الفدان بيتكلف معلوماتي أنا شخصية أنا خمسة وثلاثين ألف ماكسموم وبالتالي اتكلم عن الخمسة مية وخمسين ألف ديجا ده رقم سيد الفضل هو المية والرئيس أعلى ده رقم مية وخمسين مليار على المليون هو أنا اللي بتكلم يعني رقم مصحة رقم سبز زراعي لا 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 طبعا مش زراع يعني إنما الرقم اللي هو ده أنا أعتقد فيه حاجة مش أنا عرف أنها ممكن تبتدي من خمستاشر صحة كده خمستاشر عشرين مقسمه من خمسة وثلاثين لكن الرقم المعلن أعتقد إنه هو داخل فيه زي ما بقول الأبار اللي هي كبيرة طويلة أعتقد إنه هو جايز بيتكلم على الاستثمار الشامل اللي هو بيتكلم عنه الدكتور اللي ممكن يكون هيعمل بيشاملة اللي هي التوطين والتجمعات أعتقد واعتمال وكذلك الدكتور أنا عايز أسأل سؤال مين الهيئة الاستشارية اللي مفترض إنها مسؤولة عن الدراسات الخاصة بهذا المشروع لا أنا ما عنديش ده دي ثلاث وزارات يعني أنا ما عنديش مين هو المسؤول المباشر وزارة الزراعة وزارة الري وزارة التنمية المحلي وإذا دخل معاهم وزارة الكهرباء والطاقة يعني كل ده مرتبط ببعضيه بس إصلاحة يستطيع لهم حكومية لكن ما فيش جهات متعلقة جهات بحسية مثلا ما هي البحوث كلها البحوث كلها حكومية والإسكان كمان وزارة الإسكان دخلها برضو في المشروع عشان تجمعات العمرانية لكن إذا كلم على على أرض بس أنك تضيف المساحة دي إنتاج مساحة دي أنا عندي في الفائد الزراعي الفائد الزراعي في حدود من 20% إلى 25% من الإنتاج أنا لو نزلته نزلته للنص العشرين إلى 25% أتكلم على 2 مليون فدان لو نزلت الفائد للنص بمشروعات خاصة بتدنية الفائد كاني أضفت مليون فدان لو أنا عملية تسويت التربا بالليزر تسويت التربا بالليزر بتخفض احتياجات المية العشرة في المية وبتضيف 20% إلى 30% من الإنتاجية بترفعها فلو أنت بتكلم على 20% ازيادة في الإنتاجية مع خفض احتياجات المية بتكلم على أضافة حوالي 2 مليون فدان يعني أنا القضية عندي قضية أولويات أنا أتمنى مش نزرع بس مليون يعني شريب مليون فدان نفسي نفسي منعيني مش مش مليون ولا اتنين بس أنا النفسي في حاجات واحدة ترتب صح لو أنت رفعت كفاءة بحوث الزراعية هتزود لك الإنتاجية بما لا يقل الرأسية من الموجودين حاليا آه ما يرفع كفاءتهم ديهم تمويل كويس هترفع لك كلام ده بكتير مش محتاج أنت أحط في مشروع في مليون 150 مليار مصادر تمويل المشروع ده في حدود معلوماتك دكتور لا أنا يعني الحقيقة زي ما يعني أنا لا أقدر أتكلم فيه هو التنمية يعني الرقم 150 مليار للإستصلاح ده طبعا فيه تحفظ شديد جدا عليه إذا كان إنه هو شامل الجوانب التنموية كلها فده هو ممكن يبقى يعني هذا الرقم ممكن لو يشمل الجوانب التنموية يشمل البنية الأساسية والمجتمعات والحاجات دي دوت يعني يبقى شوية منطقية واخد بالحضرتك حتى الآن يعني الكلام عن التفاصيل بتاعت المشروع أنا مش وصل لنا إنما طبعا أي مشروع دي أي مشروع إحنا بنتكلم فيه بيبقى مشاركة ما بين الحكومة ما بين القطاع الخاص والمستثمرين والتوجهات إن هي طبعا هل المشروع ده هيبقى الحكومة بس ولا في قطاع الخاص لا 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 طبعا مش ممكن الحكومة بس طبعا إذا كان في قطاع خاص مين اللي بتوفروا المعلمات من القطاع الخاص يعني يعني فيه أسئلة كتيرة وعلمات ستفهم كتير طبعا فيه أسئلة كتيرة فيه القطاع الخاص حدريك لو بتمثل قطاع خاص هتشارك زي ما أنت ما عندكش تفاصيل لازم يبقى فيه ترويج للمشروع مع القطاع الخاص والمستثمرين وكل منطقة من المناطق اللي حضرتك قلتي أساميها داية لازم يبقى فيه لها ترويج بصورة معينة عن إيه المميزات بتاعتها وإيه الإمكانيات بتاعتها وفي التسويق وفي البنية الأساسية اللي تتعمل في المجتمعات العمرانية اللي هتتعمل معي عشان أقدر أجزب المستثمرين إنه هم يجو إنما أنا الحقيقة برضو عايز أرجع لنقطة مهمة جدا آآ قالها الدكتور اللي هي موضوع الميا الملح وإذا احنا بنتكلم على ميا ملحة وعندنا البحر لبيض والبحر الأحمر ففعلا فيه مشروعات للزراعة وعندنا مشروعات فيه جبل الزيت جهزة إنه يتم استزراع بالمياه الملحة فهو ده اللي هو على البحر الأحمر فدلوقتي ده هو المستقبل ده هو المستقبل إن أنا أزرع بمية ملحة إن أنا أحلي مية البحر عشان أخر طبعا طبعا موجودة فيه تجارب لحلهم الأول لا هو ده الكلام إنه ليس بالضرورة إن أنا أحلي المية ولكن أستخدم المياه الملحة هو ده هو الكلام وفيه تجربات لا نهائية وفي أفريقيا وفي المكسيك وفي أمريكا الجنوبية ومعروضة هذه نجاحة إيبا ما عندناش مشكلة خاصة أنا أقول هذا هو هذا هو المستقبل اللي إحنا لازم نفكر فيه إن إحنا التوجه ناحية التقنيات الجديدة الغير تقليدية والغير مطبقة وما نخافش الحال حضرتك شايف إن هذا المشروع يندرك تحت فكرة التقنيات الجديدة والغير مطبقة ولا هو مشروع تقليدي لو تم تقليدي لن يتم له النجاح لو تم بتصورة غير تقليدية يبقى فيه أمل كبير جدا من يكتب لها النجاح خلينا نتجاوز قليلا دكتور إمام عن بعض التفاصيل اللي هي غير مجابعة عنها لغير دلوقتي المشروع لم يعلن بشكل نهائي ويمكن التفاصيل دي لن يعلن المشروع تبقى على الأقل واضحة بشكل أكبر لكن لو تكلمنا باعتبار أنه تم توفير الموارد المادية والموارد المائية الخاصة بذلك لو تكلمنا بس عن العمالة اللي هيستوعبها هذا المشروع لما نتكلم عن هذا العدد من الفتدين مليون فدان وفي المناطق بعينها هل ده معناه أنه فعلا بنغير التركيبة السكانية بننقل عمالة كيف لو حضرها محنا بنسأل أقول حضرتك حاجة إحنا عندنا في توشكة أجود مية أمضف مية لدخل مصر لأنها لسه ما عدتش ما دخلتش على أي حاجة ما تلوصتش خاصة كده ودفعنا في الأول أكتر من 8 مليار جنيه علشان محطة رفع في العالم والمية وصلت بحدود 300 ألف فدان يتزارع كام كم 30 ألف ليه العمليات فيها صعوبة الزراعة مش سهلة الزراعة مش سهلة الناس خدوا للأرض وبدأوا يكتشفوا فيها مشاكل واحد يقول لا ده نلقيت الأرض فيها صخور بعد ما تنزل 10 سمت لاقي فيه صخور واحد واخد الأرض ومش لاقي عمال لأن المنطقة هناك زي ما قال الدكتور حرارة عالية جدا حرارة عالية جدا وكمان بعيدة عن أقرب أنا حزر عشان عشان أستهلك مش كده مش العكس صحيح يعني أنا الهدف الرئيس إن أنا أزرع عشان الناس تستهلكوا أو تستخدموا صحيح لازم أوفر على الأقل خطوط تواصل طيب أنا عندي أقرب مدينة لتوشكا أسوان أها تقطع لبعه تلتمية تلتمية وستين كيلو لو أنت نقلت من هناك لحد توشكا لحد أسوان أقرب أقرب سكان فتكلفة النقل عالية جدا والفائد هيبع عالي لأن أنا أحتاج في النقل لمبردات صحيح وإحنا كنا اقترحنا لأن أنا اشتغلت على توشكا فترة كنا اقترحنا أنهم يعملوا قطر بضاعة من هناك لحد من توشكا لحد أسوان كله مبرد ما عدا نحطه بس لركاب عربية عربية واحدة لكن الباقي كله بقى كده واقترحنا أنك تعمل مناطق تغزين مبردة علشان اللي ينتج حاجة يحطها عشان ما تبصه وليه ما يبقاش مناطق تصنيع يا دكتور تصنع وتعبئة كل ده موجود بس أنا عشان الانتاج أضمانه أحفظ عليه فيه هذا الكلام إنما فكرة التكنولوجي فكرة وردة للناس كلها يعني محدش بيعترض على أنك تسخدم أحدث تكنولوجي إذا أنت حتنقله وتشوفه صالح للمنطقة دي ولأه وراجل أستاذ تنمية عارف أن أنا لازم أعمل الأدابتيشن بتاع التكيف بتاع التكنولوجي معايا بتعامل مع ثقافة بيتعامل مع ثقافة فرد فثقافة البشر دي هي محتاج التدريب آه لا ويقبله لكن هو في الأول وفي الآخر تتعندك مشكلة عمالها مش موجودة فتكلفة العمالة غير جدا مش عفين غير ثقافة الناس أنها بدل ما تقسل عربيتها بالخرطوم تقسل عربيتها بال وانت في مجتمعات مصقافة جدا يعني مجتمعات عالية التعليم اللي حداك بتقوليه ده في وسط عالي التعليم ما بيغيرش ثقافته تغيير الثقافة في التنمية عملية صعبة جدا في التنمية الاجتماعية عملية مش سهلة بتلاقي أستاذ دكتور وفي القرية يعمل زيه زي أي واحد ما معرفش فك الخط لأنه هو ثقافة كده فعملية عيز صعبة جدا لكن أنا بقول إحنا عملنا تنمية 60 ألف فدان في التوشكة المية جاهزة وأنقى مية المية هتدخل هتدخل مصر لأنها أول مية بتدخل أول مكان بيدخل لي وما زرع ناشا 37 ألف فدان 37 ألف فدان الكلام ده بقى لوديه طب هل الكلام ده يعني أنا بفترض طبعا أن المشروع بتاع المليون فدان قبل ما يترحوا الرئيس أنه فيه عنده أكيد جهات استشارية وفيه خبراء رجالهم لكن هل أتيحت كل الأراء المختلفة هل إذا كان حضرتك أو الدكتور أو أي من الخبراء لديه تحفظات أو أسئلة أو علامات استفهام وحضرتكم من الخبرة هل فيه أي طريقة لتوصيل أو للتباحث مع الجهات الأخرى يعني هل المسألة طرحت للنقاش العلمي ولا لا يعني المسألة كمشروع للإستصلاح بالنسبة لنا لما يترحوا لكن احنا ساهمنا فيها بصورة غير مباشرة زي أقول لحضرتك من خلال إن بنقوم بإعداد مقطة لتنمية اللي هي محافظة الوادي الجديد اللي هي دلوقتي بقت الوحات والوادي الجديد بما يدخل فيه إطارها المناطق للإستصلاح الجديدة أو فيه طأم كبير من الخبراء الزمالاء يعني في الزراعة وفي المياه الجوفية وفي الجهات المختلفة بحيث النهية دي بتعمل توجيه من المنظور ده هوت وليس من منظور مشروع استصلاح من منظور تنمية المحافظة ككل ومن ضمن العناصر بتاعتها الموضوع بتاع الاستصلاح الأراضي اللي أنا عايز برضو أرجع ليه بعد إذن حضرتك اللي هو أنت في الأول حضرتك سألت قلت ليه مديرية التحرير نجحت لسبب الجزئية اللي بيتفضل بها الدكتور إمام وهي أنت يعرف أن مدرية التحرير كان ويجيبوا الناس لمدة ست شهور قبل ما يوزعوهم على القرى بيعملوا لهم الأدابتيشن ده أو التكيف مع المكان نمرة واحد جدوا الجايين والمحافظات مختلفة بيعودوا مع بعض بيبقى تقالف وأن هم يبدأوا يتعرفوا مع بعض وتروح حتة العصبية والحتة ده نمرة اتنين أن هم بيخلوهم يتوافقوا مع التكنولوجي اللي كانت سايق دافلة تعالي اللي هو لما دخل الجرار مثلا بدايات أنه يبقى الجرار موجود في الخمسينات والحاجات دي وإزاي أنه هو يعمل له الصيانة البسيطة والحاجات دهيات كلها بحيث أنه لما يروح ويستلم الأرض يبقى بقى فيه مجتمع متوافق مع بعض ومتكيف مع بعض وفي نفس الوقت بقى حصل تآلف مع المكان يعني من ال كم تي أكيد جاها منطب ده في الغد طعلا هي مدرية التحرير المدرية اللي هي كان لها كيان شبه مستقلة هل هل ده متوفر للمشروعات الجديدة دلوقتي ما بيتعملش كده أنا هل دي لحضراتك بقى المثال التاني ويمكن دكتور إمامي يعرف فيه منطقة اسمها ساهل الزيات دي في الوحاة برضو في الوادي الجديد دي فيها 1500 فدان وتعاملت أنا رحناها 30مية فدان صلحة للزراعة اه استصلحة للزراعة مزروعية وروحناها في أواخر التسعينات وكان متوزع على 300 شاب من الخرجين ناخد بالحضراتك بكل واحد خمسة فدان وفيها المستشفى وفيها المدرسة وفيها عدد لما رحناه لقنا فيها اتنين هم اللي صمدوا بعد وكل الباقية الشباب جم استلموا الأراضي وبعد كده ما صمدوش ومشوا لأن الموضوع مش إن أنا استصلح زي ما بنقول بقى استصلح وأستزرع وأوطن وأسوق وأدي مدخلات زراعية وأتابع إنما ما جيبش أي واحد أي أو أي مستسمر أو أي شركة أحطه في وس الصحراء وقول له تفضل ازرع خلاص إحنا سوينا لك الأرض وفي مياه جوه الأرض اتفضل الانتزرع ما ينفعش ده منظومة متكملة منظومة متكملة في مراحل متعددة على مدى زمن يطويل لازم تبقى فيها متابعة ويعني مساعدات مستمرة لنها تستطيع الشكل الحالي يعني اللي فيه فجوات في المعلومات هل حيك خايف إن ممكن هذا المشروع يتحول إلى بلاعة مثلا تبتلع جزء من الدخل أو التمويل وبعد كده ما يبقاش لها مردود كافي؟ طبعا إذا لم نستفد من الخبرات السابقة أو من دروس المسابقة وعندنا يعني درس واضح جدا عندنا في منطقة الوادي جديد فيجب إن إحنا قبل ما نحط رجلنا إن إحنا نعي هذا الدرس جيدا وإن إحنا نطلع الدروس المستفادة من الأخطاء السابقة وأكيد جنب الأخطاء فيه بوادر نجاح مش بهذا المسطح المليون فيه مناطق ناخد دي وناخد دي ونبدأ نترجمها إلى سياسات وآليات للتعامل مع هذا المشروع بحيث إن إحنا نبقى مطمئنين إلى الخطوات اللي إحنا هنمشي فيها أنا أتمنى نحن نعرض الخرايط مرة تانية وبسأل الدكتور إمامي يعني إيه اللي يغري شاب يعني إن هو ينتقل من مكان لمكان ويروح ممكن يغير نشاطه يعني أكيد معظم الشباب اللي بيستهدفهم هذا المشروع مش كلهم عاملين بالفلاحة إيه اللي يغري حد إن هو يسيب مثلا مكانه في قريته مثلا في بانسويف أو في المينيا ويروح يطلع بره الوادي خالص ويروح الأماكن دي وفي مدى زمن يقدي هو بس أنا عايز أقول لك على تجربة على دراسات قالت إيه أملك عن الشباب قالوا إن اللي بينجح دمره واحد الفلاح الأصلي يعني لمهنته الزراعة مش واحد لابس قويس وبانطلون زي ما بقولوا الفلاحين دمره اتنين إذا كنت هتاخد خريج خده من أهل الريف ما تاخدوش من أهل المدينة يعني أهل الريف هو بشكله وبآخر أنا بس بلت الانتباه ده الشكل المقترح مفترض أنه هيبقى شكل البيوت في هذا المكان وده الشكل المعماري اللي هيبقى موجود هناك موجود فين ما هو يعني دي المدن الجديدة اللي هو تصورها كده مركز الخدمات وشكل يعني ده تصور موجود محطوط للمشروع إحنا في مصر أجمل حاجة نقدر نعملها على الورق بداياتنا دايما رائعة أنا على فكرة مش منوع المتشاقم أبدا أنا متفائل جدا وأسق فيه لا لا أنا بقولك بس فيه فرق بين التباقعية وتبقي متشأمة أنا بتمنى إن المليون يبقى عشرة مليون ده أمل بس أنا بقولك التجارب في الأول قالوا الفلاح بيبقى رقم واحد بيجيد المرة اتنين خريج اللي من أصل ريفي اللي أسرته أصلا فلاحيين ثم المرة تلاتة بقى اللي هو ما عندوش حاجة تانية يعني إيه البديل صفر فهو بيفكر إن هو يدور على صفر فما عندوش بديل تالي إنما هتجيبي واحد محامي واحد طبيب واحد كذا وكانوا بياخدوا أبس دي مجتمعات هتحتاج كل اللي حضرتك بتقول عليهم حتى لو بس مش مش ياخد مش أرض لا أنا قصد كده لا أنا بتكلم على اللي خدوا أرض أرض مستصلحة وفقا لبرنامج بتاع تشغيل الخريجين لأنهم مش لقين شغل لأن نسبة البطالة في خريج الجامعة خمسين في المية فكانوا بيدورونهم على حاجة هو هنا دول الخمس فان بيعمل إيه بياخد الخمس سادين أو الأرض والبتاع ده ويأم يأجرهم يأم يسقعها ويبحها وبرضه ويشتغل فبالتالي حضرتك ما خرقتوش من نطاق البطالة لا لا خالص لا لا خالص القصة مش كده خالص في التمويل هتلاقي على الأقل الحكومة هتكلف خمسين في المية في البنية الأساسية يعني البنية الأساسية هتبقى على حكومة المية وخمسين مليار يعني أنا هتطالب الحكومة بخمسة وسبعين مليار جنيه في بنية أساسية على الأقل وبالتالي لما هيروح مستثمر عشان يزرع لازم يبقى عنده بنية أساسية الشكل اللي حديك شفته يا دكتور مجتمع عمراني جديد يعني هو الشكل قبل الانتقال إليه إحنا عندنا برضو تجارب لفكرة عدم مناسبة للبيئة المحلية أو عدم بذات لو أنت بتنقل سكان محليين أنا معرفش أنت كانت دي ممكن تجارب يتم القياس عليها ولا حديك بأتبار أنت بتنقل ناس من مجتمعات مزدحمة مثلا من القاهرة ومن محافظات أخرى ممكن فعلا تغريهم هذه البنية المعمرية اللي احنا شايفينها وممكن ما يحبها من خدمات يعني هو طبعا هذا التشكيل مرتبط بحكتي المكان اللي بيتم البناء فيه وهو الوحات والصحراء فيجب أنه يتم ومراعات فيه مبادئ وأسس اللي ببناء في هذه الممارات ما هو شكلها ومستوحى من عمارة تقليدية حسن فتحي نمرة اتنين نوعية السكان اللي هما هيجوا فيها عشان يتوافق مع الخلفيات الاجتماعية والثقافية والتراثية اللي هما بيتعملوا فيها فهذا التشكيل يعني بصورة ما بيلبي هذه النحيتين لأنه هو مبني بالمواد المحلية فيه بيراعي اللي هي عملية الفتاحات والتهوية والمناخ والاعتبارات الأساسية ده هي اللي هي تبقى موجودة بالاعتبارات الأخرى الجزئية التانية هو إن يعني اللي وإحنا بصينا إن عشان أقول إن في ناس تتحرك من مكان لمكان وده أصعب ما في عملية التنمية إن أنا حرك البني آدم في عندنا عوامل جذب وعوامل طرد عوامل جذب إن أنا أوفرها في المكان عشان تجذب الناس وعوامل طرد في المكان الأصلي تبقى بتقول للناس خلاص كفاية ملكش مكانهم إن محافظات الطرد الحقيقة فعلا ممكن بتتطرد للقاهرة أو للإسكندرية قابلنا نجاح وإمتى قابلنا فشل ونحاول نوفرها في هذا المكان الحاجتين دولة هم اللي ممكن يبقى عندنا أمل إن فعلا الناس تتحرك فيه بالنظر للخريطة اللي إحنا عرضناها يعني كلها مسائل بتعتمد على مجتمعات جديدة تنشأ على الزراعة حضرتك ذكرته دكتور إمام وفق على كلام حضرتك إن مش بالضرورة عشان أعمل مجتمع جديد لازم يكون بيعتمد على الزراعة فقط هل أنت شايف إن فيها ماكن أخرى ممكن تكون مرشحة إنها تبقى مجتمعات صناعية وإيه شروط المفترض إنها تبقى موجودة فيها وهل هي موجودة على خريطة الحكومة بحسب معلوماتك دي أقدر أجزم بأنها موجودة لأن فيه مشروع المخطط القومي لمصر وده هو تم رصد فيه جميع الموارد القائمة في مصر من موارد تعدينية وموارد صناعية وموارد زراعية والمياه الجوفية والمناطق السياحية وكل وهذه المناطق اللي هي في الصحراء الغربية فيها تزخر طبعا بموارد كتيرة بالإضافة لزراعة يمكن أصعبهم هي الزراعة عشان موضوع المياه لاستهلاك بتاع المياه إنما الموارد الثانية متاحة إن هي ممكن تبقى موجودة فيه موارد تعدينية وفيه طبعا ثروات سياحية ومقاصة سياحية بحيث إن هي تبقى حاجة متكاملة لو بصنا بس إنها زراعة هتبقى مشكلة كبيرة جدا لازم نتعامل مع المشروع على أساس إنه تنمية متكاملة أحد جوانبها الزراعة الزراعة والجوانب الأخرى جزء منها بيكمل الزراعة من صناعات زراعية ومدخلات وآلات وخلافه وجزء تاني هي صناعات ودلوقتي حتى برضو أنا دين بتكلم على المداخل الغير تقليدية كنا زمان لما نتكلم عن الصناع نتكلم عن الصناع لازم يبقى عندي مورد أرضي يعني أتكلم أدور فين الحديد عشان أعمل مصنع حديد أعمل فوسفات عشان أعمل مصنع فوسفات دلوقتي أنا ممكن أجي في منطقة جرداء تماما لا زرعي فيها ولا ماء وأعمل مشروع صناعي مجمع صناعي مجمع صناعي مقائم على تكنولوجيات وعلى الحجادة جزء من المسألة في محور قناة السويس الجديدة إنه هيبقى في مناطق صناعية بالضبط يعني ممكن جدا إن أنا أعمل هذه النوعيات في مناطق لوجستية فيه اللي هي بتجمع بقى من المناطق الزراعة دهية والتبريد وخلافه زي ما حضرتك كل دهية أنشطة ممكن إنها تقوم وتدعم موضوع الزراعة دكتور إمامي يعني لو تمت الإجابة على أسئلة يعني في أسئلة كتير واضح إنه لسه ما لهاش إجابات لأن المشروع لم يعلم بكافة جوانبه بشكل كامل وأتمنى إنه لما يعلم يعني يغلق بعض الفتحات الموجودة دلوقتي إيه العوامل اللي حيك شايف إنها ممكن توفر له النجاح هو الزراعة في الأصل مية فنمرة واحد لازم وفر المية إذا توفرت المية زي ما بقول الدكتور وأكون شاكر لو أدعى ربنا أن يكون هذا الكلام حقيقي أنا أعرف معلومات إنه تم تدقيقه ستمائة ألف الدم بس مش مليون وبيدرسوا دلوقتي بقية المنطقة النمرة اتنين إن أنا أمشي بالرتم الطبيعي يعني إذا كانت مصر خدرتها في السنة 200 ألف فدان مش هيبقى أبدا إن أنا أمشي على 250 ألف هيبقى فضل من الله لو لو إحنا في الأربع سنين أولى الرئيس عملنا مليون فدان طموح الرئيس هايل بس لازم يرتبط مش بطاقته هو بطاقة الأخرية يعني ممكن تكون طاقته أعلى مننا وأملوا إنه يعمل إنجاز ضخم جدا مشروع خانات السويس المخاطرة فيه ضعيفة الزراعة فيها سماء السام يسميها المخاطر ولا يقيم يعني ممكن تيمشي كل حاجة صح وييجي الجو يتقلب في 3-4 ايام كل اللي انت عملت يضيع ممكن مرض حشرة ولا بتاعت تيجي يروح مبوضة كل حاجة ممكن السعر ينقلب تلاقي كل كل الزراعة خسرت الزراعة عايزة صبر شديد جدا زراعة مش مهنة مربحة مش السسمار مربح إطلاقا لما بتنقليه للتصنيع الزراعي قد بتبقى صنعه ممكن يربح لكن هو بتتعرض السيما الرئيسية فيها المخاطر والله يقين فعايزة هدوء عايزة هدوء في التعامل معها وإن قامش على قدي يعني مش مشكلة خالص إن أنا أغير هدفي من مليون بس نص مليون على كل أحوال هي محاولة للفهم ليس أكثر محاولة لتقديم أو لإضاح كل وجهات النظر فيما يتعلق بمشروع لم تتضح دوامبو فقط إذا تم حيبقى حلم كبير ويتحقق لكن حتى يتم علينا إن إحنا نفهم أكتر حتى نعي دورنا ونعي قدرتنا ونعي قدرتنا على الإنجاز لهذه دقائق بشكر ضيفية على الهواء مباشرة بشكر الدكتور فيصل عبد المقصود أستاذ التخطيط الإقليمي بجامعة المنوفية بشكر الدكتور إمام الجمسي أستاذ الاقتصاد الزراعي بمعهز البحوث البحوث الزراعية مشاهدينا عن من عمر البلنامج ومن عمرنا بنستعرضهم مع حضراتكم بعد هذه وقفة القصيرة اتبقوا معكم